ومن الأحداث اللي حصلت برضو في مجيء بعض الوفود لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وافد اسم وافد فزارة اسمها قبائل جم لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وشاهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله فقال حدثوني عن بلادكم فقالوا يا رسول الله أجدبت البلاد البلاد ما بقاش فيها مطر أجدبت البلاد وهلك الزرع وماتت الماشية فادعوا الله أن يغيثنا فقال صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليضحك من شعفكم وأذاكم وقرب غياثكم فقال أحدهم إن ربنا يضحك قال نعم قال لا عدمنا الخير من رب يضحك بيقولوله يا سيدنا النبي ادعي لنا لحسن إحنا الدنيا عندنا فيها أزمة جمدة جدا وما فيش مطرة والمواشي ماتت والزرع مات فربنا قال لهم أبشروا الموضوع قرب جدا ده ربكم بيضحك من قرب الغيف اللي هينزل عليكم وإنتوا قلقانين وخايفين وخلاص ده قرب قوي فقال له إيه ده هو ربنا بيتحك قال نعم قال لا عدمنا الخير من رب يضحك إذا كان من صفات ربنا اللي حضرتك بتكلمنا عنه إنه بيتحك ده أكيد الرب اللي بيضحك ده عنده خير كتير قوي فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عايز أرلكم دعوة النبي جميلة فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال ويحفظ كده الدعاء ده اللهم اسقي بلدك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق اللهم اسقنا الغيثة وانصرنا على الأعداء ابقى راجع الحلقة دي تاني وفتكر الدعاء ده فسقاهم رب العالمين ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين وصلت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني بص هو سطر في السيرة بس مهم يعني هدية من ملك اسمه ذي يزن بعت لسيدنا النبي عباية ب33 بعير 33 جمل يعني سعر ثمن العباية دي كده 33 جمل كما فيه 33 بعير فلبسها النبي وقبلها بقولك الكلام ده ليه؟ لأنه بعض الناس ربنا موسع عليهم طلع زكاة ماله وفاتح شركته بيفتح بيوت ناس بالمئات والآلاف صحوه بيحب اللبس وبعد ما يطلع الصدقة والزكاة وفتح البيوت فشت لبس غالي ما تنكرش عليه ما تنكرش عليه حتى ده كان ليه نصيب من نور النبي إن النبي عليه الصلاة والسلام جات له الهدية الغالية أو دي فقبلها صلى الله عليه وسلم وهو من هو في الزهد والتقلل من الدنيا وبالمناسبة شوية واحد من الصحابة هيقول له الله دي حلوة يقول له أتعجبك؟ يقول له آه يقول له هي لك وعلى طول تطلع الدنيا صلى الله عليه وسلم للناس وعدين موقف جميل جداً سيدنا أبو موسى الأشعاري وسيدنا معاذ بن جبل النبي بعثهم لدعوة أهل اليمن فقالوا أوصنا يا رسول الله شفت ناس جاية طلعة من عند النبي هو حضرتك تحب الناس تعرف عنك إيه نظهر بأنه مظهر فقال صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر بشرا ولا تنفر عايزين الناس تحب ربنا وتحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتحب الدين بالهداوة كتب الناس أصلاً في معركة الحياة فيها اللي مكافية خلوا الدين يساعد الناس تقرب لربنا مش يبقى ثقل على الناس يسر ولا تعسر وبشرا ولا تنفر فسيدنا معاذ بيقول له يا رسول الله بيشربوا هناك شرب اسم البتع فقال مسكر قال نعم يا رسول الله قال كل مسكر حرام مش لازم يبقى اسمها خمر أو اسمها هو الشرب ده مكوناته بتذهب العقل قال نعم قال كل مسكر حرام حتى لو اسمه جديد علينا كان اسمه البتع وقته وقال إنكم تقدمون على قوم أهل كتاب فأول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله مسترتيب الأولويات فإنهم عرفوا الله عرفوا مين ربنا وحبوا ربنا فقل لهم إن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل فإنهم أطاعوك لذلك واحدة وحدة مش كل حاجة مرة واحدة فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة يعني زكاة تأخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب وبعدين قالوا له أوصنا برضو يا رسول الله كأنهم كل شوية طب يا رسول الله طب قول طب قول وصينا يا سيدنا النبي عشان نبقى خير ممثل لحضرتك فقال عليكم بحسن الخلق فإن أحسن الناس خلقا أحسنهم دينا وانتهى النور والوضوح في وصية النبي للعايز يمثله افتح لي قلبك لأنوار النبي وهو بيوصي سيدنا أبو موسى وسيدنا معاذ وهم رايحين يدعو الناس إلى الله في اليمن دول رسل رسول الله فهم بيمثلوا النبي نقول إيه يا سيدنا النبي نعمل إيه قال لهم يسرى ولا تعسرى بشرى ولا تنفرى الكلام ده كلنا حافظينه بس مش كلنا بنطبقه لو عايز الناس تحب ربنا يعيش بالأربع أنوار دول يسرى ولا تعسرى الدين مش عبقى على الناس في الدنيا ولا بيضيق عليهم حياتهم ولو بصيت فأحكام ربنا هتلاقيها بتيسر وبتخدم العيش الهادئة الساكنة بما لا يؤذي أحد ولا يجعل الإنسان يرضي شهواته على حساب قيمه ومبدئه فيسرى ولا تعسرى ومش هتعرف تيسر على الناس إلا ما تتعلم غالباً اللي مش متعلم وعارف خلاف العلماء وعنده سعة اطلاع على الشريعة اللي مش متعلم غالباً بيحرم ليه؟ لأن سيدنا سوفيان كده قال كده قال إن الدين الرخصة من الثقة وإن التشديد يحسنه كل أحد أنا لو مش متعلم وانت سألتني غالباً هقولك حرام عشان يبقى في الأمان عشان لو طلعت حلال ما عملتهاش ولو حرام أنا في الأمان الحمد لله فمحتاجين نتعلم قبل ما نتكلم مع الناس في الدين يسرة ولا تعسى بشرة ولا تنفرة أنا شفت تلت طرق للتنفير الواحد ممكن ينفر بيهم خلق الله وينفر بيهم نفسه رقم واحد إنك تفرض على الناس عبادات هم مش لسه مش جاهزين لها هم مش جاهز إنك تقوله يعمل ده وليسه بيقول باسم الله هيدا يصلي فما تطلبش منه حاجات من عيالنا وإحنا بين ربيهم من أصحابنا لو أنت نفسك تتكلم مع الناس في الدين واحدة واحدة بالتدريج زي ما ربنا بالتدريج نزل الشريعة فالفرض على الناس حاجة ما يقدروش عليها خلي الواحد يحس بفقد الثقة إن أنا مش قادر على طريق ربنا بصلاح في حاجات كتير صعبة ولو ما عملتهاش هيعذبني فواحدة واحدة بالتدريج اتنين من ضمن وسائل التنفير تضييق رحمة ربنا في عيون الناس وإن ربنا مش هيغفر فلان دا والذنب دا أنت ربنا ينتقل منك دا أنت ربنا بتلاك عشان الذنب دا فنحكم على الله سبحانه وتعالى إنه بيعمل حاجات كأن ربنا قيل لي أنا بتلد عشان غضبان عليه وأمرضت دا عشان مش عافظة علام منه وده أخرت بس هو ربنا ما قاليش كلام دا لأن ربنا عمل حاجات فيها ابتلاءات الأنبية هم معصومين أصلا فلما دايما حد يحصل له أزمة أو ما أنا حاكم على ربنا وقول له ربنا عمل كده عشان كده بطريقة تديق رحمة ربنا في قلوب العباد يا تنفير التالتة إن أنا نفسي لما يتعامل معايا يحس إن الدين ما صنعش مني شخصية رحيمة ولا خدومة ولا نافعة فيحس كده إيه ده إن نموذج اللي أنا بتعامل معا أنا مش راضي أصلا على المنتج ده اللي الدين عمله وبالتالي لما تتعامل مع ناس بتبشر ولا تنفر بتيسر ولا تعسر حلوة كده وتقف جنبك تحب الفكرة اللي صنعتهم اللي هو الدين تحب العقيدة اللي كونت شخصيتهم غير كده لو أذاك ما بتبقاش عايزه ولا عايز الأفكار الوراء لا ده لحلوة لحلوة اللخ أنا لحüط يحيط